مرحبا صباح النور هارون صباح الخير مشاهدين ووضعية جوية مستقرة حتى يبدو أن الأجواء مستقرة لحد الآن حتى الأيام المقبلة إن شاء الله بالفعل يعني للأسف نقوله يعني كوننا مزن في فصل الشتاء والأمطار راي غائبة الثلوج غائبة والأخرى يعني درجة الحالة القصوى راي تفوق المعدل الفصلي بكثير وخبراء حوال التقص أكدوا أن هذه الوضعية الجوية نوعا ما غير عادية رأيتعرفها الجزائر وكل دول شمال إفريقية لا بس تكون البداية بالوضعية الجوية يعني الآن وعلى المباشر من كل من قسنطينة جزيرة عاصمة والوادي التي تشير إلى حالة الاستقرار والصفاء التام التي تعرفه أغلب ولايات الوطن وهاتي عين على بعض ولايات الوطن لباست كون البداية من قسنطينة مدينة الجسر المعلقة صبيحة اليوم والآن وعلى المباشر الصورة وضحة الاستقرار والصفاء التي تعرفها مدينة الشرق الجزائري قسنطينة هي نفس الوضعية الجوية التي تعرفها كذلك باقي الولايات الشرقية للبلاد وصلت درجة الحرارة الآن إلى 13 درجة ونسبة الرطوبة هي الأخرى نوعا ما مرتفعة وصلت إلى 58% الآن إن شاء الله سترتفع خلال الظاهرة إلى 60% الرياح نهار اليوم والآن وصلت إلى 10 كم في الساعة وعنما ضعيفة درجة الحرار قصوى إن شاء الله في حدث الساعة الثانية بعد الزوال ستصل إلى 16 درجة لكن خلال الفترة الليلية ستنخفض إلى درجة واحدة نوعا ما حيكون تقس جد بارد مرتقب أمسية اليوم على مدينة قسنطينة وجول المناطق الشرقية للبيت خاصة الداخلية منها الآن نروح إلى الجزائر العاصمة والصورة من الجزائر العاصمة توضح حالة الاستقرار كذلك والصفة لكن بعض السحب الخفيفة رحي نحظو فيها الآن وعلى المباشر رحي منتشر على أعالي الجزائر العاصمة وكل الولايات الوسطى للبلاد نهار اليوم صبيحة اليوم والآن يعني تقس نوعا ما غائم جزئيا درجة الحرارة وصلت الآن إلى 18 درجة نسبة الرطوبة 61% نوعا ما مرتفعة الرياح 13 كم في الساعة نوعا ما رياح ضعيفة في هذه الأثناء تعرفها الجزائر العاصمة درجة الحرارة القصوى إن شاء الله في حد الساعة الثانية بعد زوال ستصل إلى 20 درجة لكن خلال الفترة الليلية ستنزل إلى 5 درجات نوعا ما حيكون تقس بارد خلال الفترة الليلية لكن خلال الظاهرة حيكون درجة الحرارة نوعا ما مرتفعة عن معدلها الفصلي بكثير الصورة توضح كذلك حالة الاستقرار ضعباء بعد الضعب في هذه الأثناء روي خص السواحل أقول الشرقية وكذلك الوسطى للبلاد كما نلاحظوا الآن في الصورة وعلى المباشر البحر من أعالي العاصمة ويبين أن البحر نوعا ما جميل إلى هادئ وهذا على طول الشريط الساحلي الآن نذهب إلى ولاية الوادي والصورة على المباشر الآن يتم رصدها حالة التقس بها كذلك ولاية الوادي مستقر وصافي تماما أقول في هذه الأثناء درجة الحرارة وصلت الآن إلى 13 درجة نسبة الرطوبة نوعا ما مرتفعة بمدينة الوادي وتصل أقول إلى 60% الرياحية الأخرى نوعا ما ضعيفة 10 كم في الساعة درجة الحرارة القصوى يرتقب أن ترتفع إلى 21 درجة نوعا ما هي الأخرى مرتفعة عن معدلها الفصل لكن خلال الفترة الليلية في حدود الساعة العاشرة ليلا ستنزل إلى أربع درجات فقط تقس نوعا ما هيكون جد بارد أمسية اليوم على ولاية الوادي وجل المناطق الجنوبية للبلاد الذكاعيين على منطقة الواحات يعني تقس نهار اليوم على أغلب ولايات الوطن هيكون مستقر صافي بعض الصحب الخفيفة تكون دون فعاليات تكون يعني منتشرة على أغلب المناطق الأقول الوسطى والشرقية وحتى على الجنوب الشرقي لنهار اليوم صور جميلة يتم الآن رصدها على المباشر تبين حالة التقس والآن وهذا على المباشر صور حالة الاستقرار والصفاء التي تعرفه أغلب ولايات الوطن الآن نمر إلى الوضع صورة القمر الاصطناعي لصبيحة اليوم نهار اليوم كما نلاحظ في صورة القمر الاصطناعي رأيت وضحنا انتشار كما سرفت الذكر بعض الصحب نوعا ما خفيفة خاصة على المناطق الشمالية للبلاد هذه الصحب الخفيفة رح تكون صحب عابرة بحول الله كما نلاحظوا خاصة على الجزء من المناطق الوسطى إلى غاية المناطق الشرقية بعض الصحب نوعا ما كثيفة رح تخص خاصة منطقة جانت كما نلاحظوا في هذه الصورة لكن هذه الصحب الكثيفة رح تكون دون فعلية بمدينة جانت صحب خفيفة رأيت خاصة المناطق قول الوسطى والشرقية نهار اليوم الأربعة فيما يخص يعني الوضعية الجوية لنهار اليوم الأربعة رأيت تعرف درجات الحرارة القصوى لنهار اليوم الأربعة نوعا ما ارتفاع مقارنة بالمعدل الفصلي لكن خلال الفترة الليلية تكون نوعا ما أجواء جد باردة الفرق ما بين درجتين حيكون يعني كثير في بعض الولايات الوطنة يعني أقول كبير يعني تعدى 15 درجة يعني الفرق 15 درجة يعني شيء كبير لذلك رح نشوفوا التفاصيل فيما يخص فرق ما بين درجات الحرارة القصوى والدنيا لنهار اليوم الأربعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه الهواء الساخن بالمناطق الجنوبية سيندفع إلى المناطق الشمالية كما نلاحظوا في صواب اللون البرتوقالي نوعا ما الفاتح يعني ضمن تيارات جنوبية غربية كما نلاحظوا الآن في الصورة رح تخلي درجة الحرارة نوعا ما رح تروح ما بين 24 حتى 26 درجة بهذا نقول أن وضعية جوية غير عادية رأي تشهدها الجزائر خلال هذه الأيام وعليا الآن رح نشوف حالة البحر لنهار اليوم الأربعاء البحر والآخر رح يكون نوعا ما من جميل إلى قليل إتراب كما نلاحظوا في الصورة وهذا لطول الشريطة الساحلي سرعة رياح تلحق 30 كم في الساعة على السواحل الغربية ربعين السواحل الوسطى وكذلك الشرقية الرؤية متوسطة فيما يخص اتجاه الموجة رح تكون غربية تماما على السواحل الغربية من غربية إلى شمالية غربية على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية علو الأمواج في عرض البحر ليتعدى نصف متر على السواحل الغربية المتر ونصف على السواحل الوسطى والشرقية وهكذا قبل أن نختم نشرتنا رحوا إلى ما يحدث كذلك في دول الشرق الأوسط سلطنة عمان هي الأخرى تشهد حلول الرابع يكسر سلطنة عمان يعني بعد سقوط الأمطار الأخيرة كذلك هي وضعية جوية نوعا ما استثنائية وكذلك الفصل الرابع دخل قبل أوانه بسلطنة عمان فصل الرابع بسلطنة عمان من المفروض أنه يكون مع منتصف شهر فيفري هذه الصور يعني من المفروض أننا نشهدوها مع منتصف شهر فيفري لكن قدرت الله سبحانه وتعالى كانت هذه الصور الآن توضح أن الرابع حل كذلك قبل موعده بسلطنة عمان بهذه الصور أقول أصل لطي ورقة أحوال التقسل لصباحة اليوم عودة إليك هارون لستكمال بقية